موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحب الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن المخابرات الجزائرية ترى كيف أصبحت مستباحة لدرجة أن أخبارها الخفية والتغييرات فيها تنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل أن تتخذ رسمياً في ظل عالم صار على موعد انفجارات كبرى في ظل صراعات وجودية وحدودية بين الدول والقوى الكبرى في ظل عالم يتجه إلى مرحلة ما بعد كورونا التي حولت العالم إلى شرس فيما يخص الثروات ومصادر الطاقة وغيرها أيضاً حرب أوكرانيا التي أدت إلى تخندقات وأدت إلى ثنائيات وثلاثيات وربعيات في الصراعات الدولية في ظل أزمات كبرى تشهدها الدول داخلها وخارجها وفيما يخص تطلعاتها ومستقبلها وفيما يخص مصالحها ومصالح المضادة معها العالم كله على هذا الحال والمخابرات الجزائرية تحولت إلى ملطشة ومسخرة بعدما كانت مفخرة للجزائرين الدليل فيه كثير من الأمور لكن الملفت للانتباه الآن أن أخبار المخابرات الداخلية وأمورها اللي في الداخل تنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل حدوثها يعني بالله عليكم عبدالغني راشدي اللواء كان مدير الأمن الداخلي عندما حدث التبديل مع مدير الأمن الخارجي تنشر في شبكات التواصل الاجتماعي قبل أن تنشر في الصحافة الرسمية بعد ذلك عندما أصيب بأزمة صحية يعني عبدالغني راشدي أدوه إلى فرنسا باش عالش نشرت هنا وهناك وانكشف الأمر قبل أن يظهر في جهة أخرى ولم يكذب ولا أي شيء وكانت الحقيقة أنه تواجد في فرنسا للعلاج بعد ذلك تمت إقالته وخبر إقالته تغيره نشر قبل أن يعلن عن ذلك رسميا يعني أخبار الأجهزة والتغيرات ووجيب فلان ودي علان وخرج فلان من الحبس ووجيب وحطه في المنصب الفلان كلها تنشر بل الصراعات الخفية في دوائر الاستخبارات راهي موجودة على عينك يا تاجر كانت المعلومة الاستخبارية راهي مقدسة يعني لما توصل معلومة من داخل جهاز الاستخبارات إلى جهاز آخر معادي راهي تعتبر نكسة كبيرة يحدث فيها تحقيق وإقالات وربما السجن إذا وصلوا إلى مصدرها لأنها تعتبر خيانة الآن جهاز المخابرات مستباح يعني أنا شخصيا يوميا تأتيني رسائل وإيميلات من داخل جهاز المخابرات أو صرا هكذا أو فلان حتى دخولوا إلى المكتب يرسلوا وتخلفوا الآن على المكتب على الساعة وروا خرج وروا غضب وروا صرا هكذا وصرا هكذا وكثير من الأمور يعني جهاز مخابرات اللي هو عمدة الأمن القومي في البلد يتحول إلى مستباح لهذا الحد تحول إلى زريبة أين 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 تكتم أين السرية أين أمن الأمن وراه مثلا أعلنوا حول أنه سعيد جنجريحة قام بتنصيب عبد العميد عبد العزيز نويوات شويطر مديرا مركزيا لأمن الجيش خلفا لسيد علي ويلد زميرلي وروا غير هذا الخبر تم تداوله قبل ما يعلن رسميا في صفحة وزارة الدفاع وتبات الدول الإعلام يعني بالله عليكم نحن الآن أمام جزائريين والنظام تبور رهيكر هالفيسبوك ويحذر في الجزائريين من الفيسبوك أنا نحذر المواطنين من هالفيسبوك جاي من دولة ما تبغي ناش الخير لأنه جاي من دولة ما تحب ناش الخير ويقصد فيها الولايات المتحدة الأمريكية وقلت لكم من قبل لو كان الجزائر عندها قيمة وتصريحات رئيسها مهمة ريسرت أزمة مع أمريكا ولكن الله ما على بينهم بها ربما سمعوهاش خلاص ما يسمعوش أصلا بالحكاية هذه المهم تبون عندهم الآن النظام وشنجريوحة يوميا وين يتحدث يتحدث على الحروب هذه الناعمة هذه الحروب تعالى الحروب السيبرانية الحروب الإلكترونية الحملات هذه عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاجس الجيش الآن هي مش الحروب التقليدية هي الحروب الافتراضية وبذلك حولوا الكازارنات إلى جنود وذباب إلكتروني يعني لما تحكموا تحولوا الجنود كلها إلى ذباب إلكتروني كل واحد يجب أن يدير عدة حسابات ويوميا نسبه فلان وعلان وروح السينيالية وكذا وكذا يعني أهنتم الجيش إلى هذا الحد في ظل هذا الوضع معلومات الاستخبارات يعني لو كان جيت معلومات الجيش تغيير في إدارة معينة ممكن رهم كين جنود هناك تعمل خدمة وطنية قادر يخرجوا لكن معلومات الاستخبارات تخرج بهذه الطريقة وش يبقى؟ وجيت كل المغرب راه وتجسع لنا ببيغاسوس ها هو اللي تحول إلى كل جزائري إلى ببيغاسوس واحد إن الجزائري شوف نزيدنا أكثر من هذا معلومات تعطى من طرف أقارب ضباط الاستخبارات كثير يرسلوني الضابط الفلاني أنا راني من ابن منطقته هو فيه وفيه وفيه واش يدير خوه واش يدير خوه واش يدير واخته واش يدير يعني واحد البلاوي لأنهم عارفينه ضابط مخابرة قبل تلقاه ضابط استخبارات زوجته ما تعرفش باباه ويمه ما يعرفوش يعرفوه عسكري عادي وهو ضابط مهم في الاستخبارات وكين الضباط قاموا بمهام خارجية وولديهم يحسبوا فيهم دخلوا الحبس الحبس العسكري معاقبين هو ما رأوا في مهام خارجية وقاموا بمهام كبيرة وما عرفوش وصرهم حتى بعد ما ماتوا الآن راهوا بمجرد ما يجي في المخابرات هو ما زال طالب في شرشال يجي يعني بعد الأنو نعطيكم حاجة كين الضباط في المركز هذا كانت على سونتر ديكوت هذا كانت يراقب التليفونات كين الضباط تم عنده أمه ولا زوجته وعندها حسابات معه أخرى تعطيله الرقم تحت تقوله أسمع لي طرح كينش ما تهدر عليها ويصمت عليها ويجيب لها التسجيلات الصوتية يسمع تخيله وين وصل رابط الاستخبارات يتجسس على مرط عمه ولا مرط خاله ولا واحدة قريبة عندها حسابات مع أمه ولا عندها حسابات مع زوجته ولا نسيبته ولا مرط خوه هكذا ويعطي مش المعلومات هذه يعطيها للمعنى الأخرى كلها يتهدر عليك ويهدر عليك حكايات طيبات حمام حكايات نساوين في الحمامات تحولوا هكذا ضباط مخابرات وأنا من هذا المنبر أؤكد لجهاز المخابرات هذه المعلومة وعندي بعض الأسماء مش نتكلم من فراغ يعني توصل ضابط مخابرات يروح يصنت على تليفونات ويهز التسجيلات هذه كيديهم الأقارب الأقاربه ضد أقارب أخر ولا ضد أبناء عمومة ولا ضد جيران ولا كل شيء ولا يصنتوا على بنت فلان وفلان ولا واحد عنده أخوه ضابط في المخابرات وهو حب علاقة معينة مع عائلة كذا يطلب منه يتجسس له على تليفونات متاعهم باش يبتزهم وصلت لدرجة الابتزاز يسجلوا طفلة تحكي مع واحد ويعطيها يعني وحد البلاوي كي ينحط اللي داروا ابتزازات مثل هذا باش يدخلوا أموال يعني هذا ماشي هو هذا هذه هي مخابرات اللي هدفها حماية الأمن القومي الجزائري هذه هي المخابرات اللي تسعى أنها تكون لديها مقام رفيع بين الأجهزة العالمية رأي الدولة إذا ضعفت مخابراتها وضعفت أجهزتها اللي توفر المعلومات اللي تخلي السلطة عندها قوة في قرارها وتفرض قرارها في المحافلة الدولية رأي خلاص البلد هذه مهددة في وجودها أنت الآن واش يصرى يتم إذاعتم القبل هذا مش خطر فقط عن الأمن صدقوني ما هو خطر فقط عن الأمن الأدهى من هذا أنه خطر على الإعلام يعني بالله عليك كيف نظام مؤسساته الإعلامية ما تجيبش أخبار تخص هذه بل دائما هي تؤكد الأخبار اللي نشرتها فيديوهات وصفحات فلان وعلان يزيدوا يعطلهم المصدقية غدوة هذا يدور على النظام واللي عنده صوته مسموع في الشارع وبذلك تصبح أنت خليت الجزائريين اللي ما حرجش بجسده عبر قوارب الموت الخارج راهو مهاجر وحارق بعقله مسلم عقله إلى أصوات الله أعلم بأجندتها لأنه ما كانش في الإعلام اللي ما عنده أجندة معينة هناك اللي عنده أجندة هو هناك اللي عنده أجندة ترتبط بأجندات أخرى هناك اللي هو ما عنده أجندة أصلا راهو يقوم بأجندة لصالح جهة معينة أو هكذا وهذا هو الواقع من جينا نحاول أن نتهرب من هذه الحقيقة أو نغضع لها الطرف يعني جهاز المخابرات الجزائرية مستبع إلى هذا الحد يعني وثائق تنشر معلومات تنشر كوارث تنشر وهذه كلها راهي كانت تجري ممارساتها في عهد بوتفليقة حيث أنه ضباط وخبرات كانوا يبتزوا رجال أعمال كما يعطوا لهم شو ملقوش كيفاش يفزدوا عليهم لأنه كثير من رجال أعمال كان عندهم نفوذ مع سعيد بوتفليقة وعلى مستوى الرئاسة يحكم ويسربوا معلومات اللي توصلهم موجودة في الجهاز تجاه فلان وفلتان ويعطوهم ويرسلوهم إلى صفحات الفيسبوك باش يفضحوهم وصاروا حتى مسئولين يعني ضابط وضابط الضابط هذا غير من الأخر الأخر يروح يفتح صفحة فيسبوكية أو إيماء المجهول في مكان في سيبار أو شيء ويبعثوا ويبعث معلومات تخص الأخر ومعلومات حقيقية أحيانا يعطيك معلومة حقيقية وعشر معلومات غالطة تتظهرك المعلومة الحقيقية وأصحيحة بعد ذلك كل عشر الغلطين هذي كي يستطيعي مررها لما نجيب خبر صحيح اليوم غدوة نجي مثلا ونفوت لك أخبار كاذبة عند الرأي العام يقول لك لا هذا عنده مصدقية وهذا الشيء اللي يفقى حطوا بالكم كل خبر صحيح أراهم معها على الأقل عشر أخبار غير صحيحة يرد تمريرها ولذلك أنا شخصيا لا أقوم بنشر كل ما يريدني إلا شيء ما حصت فيه ورأيت فيه منفعة وأمر مهم في خدمة البلد أما كل الأخبار الأخرى رأيي نغض عليها الطرف رأيت جيني تفاصيل يا جماعة على ما يحدث في الاجتماعات رأي رأي شيء شيء مهول والذي يأتيني كين أخرين يرسلوني اليوم كي يشوفوني من شرط ما قلت غدوة يرسلوها الأشخاص آخرين ينشروها على صفحاتهم على أساس أنها أخبار حصرية جابها وهي عندها يومين ولا ثلثيان وصلتني ونذكر مثلا في هذا السياح تسريب بنويرة وصلني في الليل وشفته في الليل قلت هكذا حفلحته قلت لا خليني الغدوة نشوفه وندرسه كذا وكذا وكذا ونطلقتها ذجة لأنه كين اللي نعض في الليل ودير به لايف وهذه الكلام رأي قالوا وش يسموه بن حليمة في أحد اعترافاته لما ذكر هذا الموضوع وهي حقيقة تحصلت عليه ولكن ما انشرته ولا تكلمت عليها ولا جيت انتباهها رغم نشره لأنه اللي نبعثه رغم نبعثه الناس خرين لأنه المهم ينشر يرسله إلى عدة أطراب يعني البلد صارت مستباحة بهذا الحد خاصة جهاز المخابرات لذلك إذا كان أردت أن تغلق هذا المجال مش تطارد شبكات التواصل الاجتماعي تطارد الناس بتهم الإرهاب على المعلومة بل أنك يجب أن تفتح المجال للإعلام يقوم بدوره أنت البارحة بالقاسب حوام هذا الإعلام في جريدة الشروق نشر ملا موضوع ما فيه رأي ولا شيء نشر وقائع والوقائع هذه ظاهرة ما يؤكدها من فرنسا راحوا هزوه للحبس في 24 ساعة لأنه وزير التجارة شافها ضربة بالاقتصاد الوطني لا واحد شر وقائع عن طريق ألسنة أشخاص رد عليها وكذبها وما دخل القضاء في هذا إذا كان هؤلاء هو افتر مثلا على ناس ما قالوا ليش هذا الكلام هم المعنيين أنه يرفعوا به دعوة قضائية وفي هذه الحالة ضده ضد الجريدة فيها تعويضات مالية وفيها تكذيب والقضاء يفرض عليه في نفس الصفحة اللي ينشر فيها كلام كاذب ينشر فيها التكذيب وينشر في هذه المعلومات وانتهى الأمر بدل أنك تعالج هذه الأزمة روح درت أزمة أخرى مع منظمات حقوقية اللي تدافع على حق الصحافة وحقوق الإنسان ولت هذه القضية فاضيحة بقلاجل يعني بدل أنك كانت قادرة تنهيها بتكذيب زد درت لها انتشار واسع والآن وضعت حكاية ديكلة نور كلها في خانة الشبهة فصاروا جزائريين ينشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي اللي موجودين في فرنسا قال كان منزل شري ديكلة نور الجزائري شك لأنه أخطر شي عندما تكون حاجة تهدد الصح حتى لو تكون شبهة ولكن انت بدل أن تنهيها بطريقة ما تضرش الاقتصاد زد درت كارثة أخرى أكدت التهمة يعني والله هذه بلد وهذا كل بسبب التسيير الاستخباراتي للاعلم إذن إخواني الكرام رانا في وضع بائس المخابرات يا جماعة راهي عبارة عن علبة سوداء من الصعب جدا أن تدخل مهاترات يعني صباح نذكر في هذا السياق مثلا عندما بدأوا في قضية لم الشم التصلب بعض الأشخاص والتصلبية أنا من أوائل الناس اللي التصلب بل كنت الأول تقريبا على حسب ما أخبرني الشخص اللي يتصل بي يعني بالله عليكم يتصل بي ويقول لي هذا الكلام ونهضره بعد ذلك حتى نشفت تسريبات صوتية للتسجيلات اللي تصلوا بي كيما اتصلت بصراحة دين نكاع هذا اللي كان يتواصل معنا ويتواصل معا كثير من الأشخاص قلتوا كيفاش أنت تتصلوا بناس باش تهضروا في قضية لم الشامل ومرحلة جديدة وكذا وتسجلوهم وترنشروهم قال لي ما عندي علاقة قال لي راه وطلبوا مني أن أتصل وأوثق هذا التسجيل يعني لأنه كان ناس ممكن بعد ذلك تعطي معلومات خاطئة أو تكذب وكذا وكذا على الأقل يكون عندنا التوثيق وأيضا أقدم المسؤولين الكبار يسمعوا كيفاش دار الحديث ولكن منسربها قال لك جاءت من أطرف أخرى تريد ضرب المشروع يعني بلد مستباحة إلى هذا الحد وجي أنت تحكي لي الآن على دولة وكذا 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 يعني والله لموا أنفسكم والله الآن أنتم النظام الجزائري يشوف باللي رأوا المغرب هو العدو وأنه تجس عليه بالبيغاسوس وأنه يدير في حروب استخبارية والله الآن ما كان دولة في العالم تريد هذه الحروب الاستخبارية راكم تقدموا أنتم بأنفسكم لكل المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للأجهزة العالمية والله ما عادي يكلفوا أنفسهم لا يرسلوا أشخاص لا يجندوا جواسيس ولا عملاء ولا أي شيء يكلفوا واحد فقط يتبع شبكات التواصل الاجتماعي أشخاص معينين يتابعوا صفحاتهم يدوا ما يريدون على واقع المخابرات الجزائرية بهذا شوف أكبر شيء يعطي مصدقية للشخص عندما يبدأ يجيب في معلومات سرية يجيب فطرة معينة معلومات سرية خاصة أن واحد ما يكونش عنده ضمير مهني ما عندهش ضمير وطني يميز ما بين المعلومة اللي تستحق أن تنشر كخبر وما بين المعلومة التي نشرها كخبر يولي كارثة على البلد والضرب البلد يعني لازم يكون هنا شوية نوع من الحس المهني والوطني في اختيار المعلومة وفي تسويقها عندما يطيح عند ناس همهم البحث عن الشهراء والبحث عن المال والبحث على هذه الأشياء والبحث على البهرجة لأن البهرجة هذه قادر للناس اللي عنده كفاءة مهنية وكفاءة في الكتابة وكفاءة في الإعلام قد يصلها بطريق مشروع وانظيف ولكن اللي ما عندهش يصلها بقضية الفضائح الأخلاقية وغير الأخلاقية وما إلى ذلك من هذه الأمور وبذلك بعد ذلك يتحولك إلى خنجر في خاسرة الوطن عندما يولي يسوقك إلى أشياء تنثر باستقرار البلد لن ينفع أنك تحطه في قائمة الإرهاب ولن ينفع أنك تطارده ولن ينفع معه شيء من المفروض هذه الأخبار ما تخرج مهما كان وأي خبر يخرج قبل نشره حيث يجري تسريبها إلى مواقع وناشطين عبر شبكة التواصل الاجتماعي وناشطين عبر اليوتيوب وكذا راهي هذه من المفروض تحدث فيها تحقيقات أنت قبر ربما تبون مع لبلوج تعيين قبل ما يوقع المرسوم كان فلان وعلان رهم حكاوا عليها في شبكات التواصل الاجتماعي وفي صفاعاتهم الفايسبوكية وعلى قنواتهم في اليوتيوب الآن العالم راه مفتوح والعالم عندما يكون مفتوح رك ما تقدرش تواجهه بعالم آخر مغلق ولا بعالم مستباح أيضا يجب أنه هنا تواجهه باحترافية مهنية بدل أنك تغلق القنوات والإذاعات وتواجه الصحافة بالسجون باش تتكمم لها فواها تخلي الجزائريين خلاص يهجروا الصحافة الجزائرية والإعلام الجزائري خلي شوي احترافية ومهنية افتح المجال للرأي والرأي الآخر في القنوات الفضائية يخلقوا توازن ويشدوا لهم الجزائريين وبعد فطرة بالتدرج بالتدرج يولي الجزائري ما عاد يعطي قيمة إلى معلومة تأتيه من جهات مشبوهة هكذا أما أنك تغلق تجيب غير ليسبحوا بحمد السلطة ويقولوا كل ما تريده السلطة ويسوقوا لبضاعة السلطة ويجدروا ما تجدروا السلطة أعتقد في هذه الحالة والله ما يسمعوك الجزائريين الأخبار تجيهم من الخارج وانتم جهاز مخابرات راهوا صار يعني غرف نومه راهي مفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي للأسف الشديد الوضع يدل على انهيار النظام حقيقة النظام يعيش أسوأ ظروفه يعيش أحلك المراحل التي تمر بها البلاد عندما تكون أجهزة غير مستقرة تغييرات بهذه الطريقة العشوائية اليوم جيب فلان حطوا هنا غدوة بدلوا جيب فلان آخر واحد كان في الحبس رجعوا هذا التخبط في جهاز المخابرات راهوا يرتد سلبا على الجهاز وعلى الدولة وأيضا عودة التعينات هذه التي تأتي في إطار تصفية الحسابات بين عصب وعصابات عمرها ما تكون في صالح البلاد جهاز المخابرات يحتاج إلى تنظيم جهاز المخابرات فيه كفاءات وبينها من ذهبت للتقاعد بدل أنكم ترجعوا واحد راح للتقاعد عبر السجن روح جيب واحد راح للتقاعد هو انظيف عمره ما دار حاجة وعمره ما اسمه ذكر حتى في حاجة سيئة نظف الأمن نظف الأمن دير تحقيقات الناس اللي يعليهم شبهات يسربوا في المعلومات يروح لدار بدل أنه يتنتقموا من ناس أبرياء ما عندهم حتى ناقة ولا جمل وكذا وكذا مثل ما درتوا مع أشيقاء رغم أنهم ساكل لا معلومات ولا شيء ولا عمر يحكيت معهم في حاجة ولا يعرفوا شيء أصلا ولا يعرفوا شيء أصلا يجيجي هذا الأمن الداخلي لا لا أنا ذاك عبدالغني راشدي ينتقم منهم بإعاز من عمر بن لاني والسبب آه مقال لك خايفين يسربوا لي معلومات كأنهم راهم في سلطة القرآن رغم أن المعلومات كانت تجيني من المقربين انت عبدالغني راشدي وكثير من المعلومات منشرتها وتفديت لأنها تذرب الأمن القوي وفيها قضايا تتعلق بقضايا دولية بل أنه في تلك المرحلة كانت تأتيني ملفات من دوائر استخبارية حول الدرك الوطني وكنت نتفداها لأنني على بني بهم رايحي قادر ينتقموا من أي كان مش خوفا منهم بل أنه فيها لترتبط بقضايا دولية خطيرة كالهجرة غير شرعية تهريب المخدرات على الحدود وما إلى ذلك من هذه الملفات وما زالت بحوزتي وما زالت يصني الكثير المخابرات مستباحة لهذا الحد غيرتنا على بلدنا راهي كبيرة وليست أننا رنى ضد البلاد ولا كذا من يجي واحد راهي يتكلم يجيب معلومة غدوة ولا صحيحة بعد ذلك يألف عشر معلومات والعشر المعلومة من رأسهم الصدق وبذلك يذر بصورة الدولة وبصورة مؤسساتها فالله إذا النظام لن يستقر حاله وهو يعتمد على مسخين وملطخين ويحاب يظهر أمام الناس مضيحة مستحيل تأتي هذه النظافة عن طريق أيادي ملطخة إما بالدماء أو بالأموال أو بأشياء أخرى أعفوا لساني عن ذكرها أين الدولة؟ أين ذلك الجهاز الذي يحرص على أسراره؟ يحرص على عمله؟ لأن الأجهزة العالمية كانت تصهر الليل لكي تجيب معلومة من الجزاء من جهاز المخابرات الآن والله ما تصهر عاد تصهرهم عبر الإيمان وحياناً عادوا كرهوا منه لعاد تجيهم أكثر مما يحتاجون رغم أن المعلومة حتى لو تكون صغيرة اليوم غضوة قد تكون كبيرة وكثير من المعلومات التي تسرب الآن قد تكون ليست لديها أهمية ولكن أجزم لكم أن يجي النهار وتولي لديها أهمية ومهام ما والله وتكون يعني بلاء على الدولة الجزائرية حذاري ثم حذاري فالمعارك الآن معارك وجود ومعارك حدود وليست معارك جيوب ومعارك القلوب أفيقوا قبل فواتنا نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اشتركوا في القناة